دعنا أتحدث لكم عن لابتوب مرتب شركة MSI لديها مجموعة من اللابتوبات الفخمة جداً وعندها أكثر من فئة وكل فئة من هذول مخصصة لمجموعة من المستخدمين هذا الفيديو سأشرح لكم عن واحد من اللابتوبات اللي لفت انتباهي وأنا قاعد أقلب على أمازون ففي البداية هذا لابتوب موجود على أمازون وكثير من المتاجر المحلية المنتشرة في الدول العربية أحصول على ويندوز مدى الحياة من CDK Deals ابحث عن ويندوز 10 Pro اكبس Buy Now استفيد من كود الخصم M2T لتأخذ الويندوز بسعر أقل اختر وصيلة الدفع من طلبات الشراء View Code افتح تنشيط الويندوز دخل الكود هون اكبس تفعيل مبروك الروابط في صندوق الوصف هذا لابتوب يأتي بمعالج Core i5 10300H شو يعني IT؟ يعني High Performance يعني الأداء العالي فالمعالج بعطينا أداء جداً ممتاز على الجيمز وكثير من البرامج اللي بدها معالج قوي ما بحكي عن الأجهزة المكتبية احنا نحكي قاعدين عن جهاز للجيمز أو للبرامج الهندسية والطلاب وفي نهاية الفيديو راح نحكي هذا اللابتوب موجه لمين من هاي الفئات اللاعبين بدهم شاشة 120 هيرتز وأكثر هذا اللابتوب شاشة 60 هيرتز فما بزبط مع كل اللاعبين باستثناء اللي بدهم جهاز اللابتوب يلعبوا عليه ألعاب تختيم ألعاب عالم مفتوح بدها 60 فريم في أحسن الأحوال لأنها بتكون ثقيلة وهذا الجهاز قادر أنه يشغل هاي الألعاب لكن بدك تشتغل شوي في بعض الإعدادات اللعبة حتى تأخذ أداء سلس وما تتغلب في الألعاب فبتوقع الناس اللي بدهم هذا اللابتوب للألعاب صارت عندهم صورة عامة هذا اللابتوب شو هو من بين الألعاب صحيح هو بيجي بكرت شاشة 1650 MQ Max لكن هذا الكرت لا يكافئ الكرت العادي المخصص لأجهزة الدسكتوب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتهوية كل هاي الأمور تلعب دور فبتكون نسخة مخففة من هذا الكرت موجودة في هذا اللابتوب أداءه متوسط بيشغلك تقريباً يعني 90% من الألعاب على 60 فريم بدون أي مشاكل لكن بدك تلعب وانت مركب الشاحن في اللابتوب لأنه هذا الأشيء بساعد على تعزيز الأداء في اللابتوب طبعاً لما أحكي كل البرامج في الاستخدام المتوسط الناس اللي بدهم برامج أو الناس اللي بتشتغل على حجم مشاريع كبير وضخم جداً انت بحاجة إلى أكثر من هاي الرامات لأنه كل ما ارتفع عدد الليارات وكل ما زادت حجم المشاريع اللي تشتغل عليها سواء After Effects ليمون مايا برامج التصميم والإنتاج كل هاي البرامج أكاله للرامات فكل ما ازداد حجم الرام كل ما بتقولك أعطيني كمان عرفت؟ فالآن احنا بنحكي عن فئة متوسطة من الاستخدام حجم الرام 32 جيجا جداً ممتاز أنا على جهازي عندي 16 جيجا بايت من أكثر من سنتين ومش قاعد بواجه أي مشاكل إلا في بعض المرات بتواجهني بعض المشكلات وقدرت أني أتجاوزها لكن 32 جيجا اشي عبقري في جهاز اللابتوب فمن ناحية الرامات رح أعطي علامة كاملة لهذا اللابتوب إذا رح نيجي نحكي عن التخزين التخزين فيه SSD 1 تيرا بايت في عندك option ثاني بتحط 1 تيرا HDD و 256 جيجا SSD اختار الخيار اللي بدك إياه إذا بتلاحظوا الخيار الأول 1 تيرا SSD تقريباً أرخص بعشرة دولار لو مكان الشاري رح أختار هذا الإصدار بالنسبة للشاشة فهي IPS 60 فريم بحجم 15.6 إنش وهي بدقة Full HD 1920x1080 بيكسل IPS هنا مش إشي كثير عظيم للتصميم والألوان وهي الأمور لكنه يفض الغرض بشكل جيد جداً لكن الناس اللي بدها إشي كثير احترافي للتصميم والألوان يعني بفضل إنه تكون الشاشات OLED هي شاشات رقم واحد تقريباً في دقة الألوان وتشبعها لكن الشيء الجميل إنه هذا اللابتوب فيه مخرج HDMI من الخلف بحيث إنك تقدر تعرض شاشة أخرى على اللابتوب إذا عندك شاشة ألوانها عبقرية مثلاً بإمكانك تعرض اللابتوب على هاي الشاشة وتشتغل تصميمك وألوانك كلها على الشاشة الخارجية لكن بشوف الموضوع مش كثير مهم إلا عند الحاجة واللابتوب فيه مدخلين USB Gen 3 ومدخل Type C والناس اللي بتحب الإضاءة والحفشتكلات وهي الأمور هذا اللابتوب فيه كيبورد مضي بس باللون الأحمر يعني الباك لايت فيه لون رد أحمر والشيء اللي ما عجبني في هذا اللابتوب إنه ما فيه نمبر باد اللي الحاسبي اللي على اليمين أو لوحة الأرقام اللي بتكون دائماً على يمين الكيبورد مش موجودة في هذا اللابتوب وأنا شخصياً مش ممكن أتعامل مع أي جهاز ما فيه هاي النمبر باد لإني كثير بستخدمها بشغلي فإن تقدر إذا بتحتاج النمبر باد بإمكانك تتخطى هذا اللابتوب أو إذا الموضوع مش كثير مهم بإمكانك إنك تشتريه لأنه بنسبي لي خيار جداً ممتاز إذا توفر ببلدك بسعر مش كثير مرتفع عن السعر العالمي لأنه السعر العالمي تقريباً 799 دولار ما يقارب 800 دولار لكن في بلادنا ممكن نوصل مع رسوم الشحن والجمارك والضريبة المضافة والضريبة الدخيلية والضريبة العالية والضريبة السفلية ممكن نوصل عندك الألف دولار بالراحة هذا بالنسبة للسعر إذا بدي أنصح هذا اللابتوب لمن؟ هذا اللابتوب للجيمرز اللي بدهم يلعبوا ألعاب تختيم أو ألعاب عالم مفتوح ما بدهم ألعاب شوتر يعني ما بهمهم بمعنى آخر عدد الفريمات العالية لأنه هاي شاشة معدل تهديثها 60 فريم فقط في الثانية فألعاب الشوتر بيكون بدها 120, 144, 165 فريم في الثانية هذا اللابتوب لا يحقق هاي المتطلبات نروح على الجانب الثاني جمع للتصميم والإنتاج هذا اللابتوب عبقري وهو خيار جدا ممتاز للناس اللي توهم باديين في المجال أو ناس المتوسطين هذا اللابتوب جدا ممتاز يعطيك أداء عالي لأنه فيه موارد قوية من شركة عملاقة هذا كل شيء بالنسبة له هذا اللابتوب من شركة MSI يكتبوا لي في التعليقات شو الأشياء اللي عجبتكو فيه والأشياء اللي ما عجبتكو وأشياء أحبين أن نحكي عنها شكرا للمشاهدة في أمان الله